في وقت متأخر من مساء الجمعة قضى السكان المحليون والصياح في المغرب ليلتهم على الشوارع بعد أن ضرب المملكة زلزال عنيف بلغت شدته سبع درجات فصل اثنين بمقياس رخطر الدمار والهلع دفع الناس وهم يمسكون وسائدهم إلى التحرك نحو ساحات المدن هاربا من أي هزات ارتدادية قد تعقب الزلزال الذي كان مركزه إقليم الحوز وضرب مراكش وأربع مدن أخرى مع خيوط إشراقة شمس اليوم بدأ هول الكارثة ينكشف مئة الوفيات ومثلها من الإصابات وسط المباني المدمرة فضلا عن خسائر مادية كبيرة أخرى منظمة الصحة العالمية أفادت بأن أكثر من 300 ألف شخص تضرروا في مراكش والمناطق المحيطة بها تضررنا بزاف تضررات المدينة القديمة وتضرر الساكينة من الزلزالة وأخها كل شيء جاء الله تعالى ولكن تضررنا أخويا والناس مقصحة الناس بغادة تدخل غير الضررها دعبة ما لاقياش كيفاش ما لاقياش كيفاش ندخلوا للطل بطار والدينا مكرفسين مراد ونعسين في الطار ما شاء الله أخويا وصافيا وضروري من الإغادة ضروري من المساعدة أنا تري من أستراليا أنا تري من أستراليا كنا في جولة هنا ثم ذهبنا إلى الغرفة للنوم ولكن لم ننم لأن الغرفة بدأت تهتز كان الأمر مخيفا كنا نتحرك ذهابا وإيابا وبدأ كل شيء نتحرك فأحضرنا حقائبنا وبعض الملابس وخرجنا مسرعين الهيئة والمنظمات الصحية المغربية دعت المواطنين والمقيمين إلى المسارعة في التبرع بالدم لإسعاف المصابين فيما أبدأت دول عديدة بينها العراق تضامنها واستعدادها لتقديم المساعدة